المتحف العائم الأول في العالم أبحر على متن سفينة يبلغ طولها 47 متراً وعرضها 18 متراً وقادر على استيعاب ألفي زائر يومياً مرفع الانطلاق مالطة لتصل السفينة إلى البندقية شهر أبريل الجاري قبل أن يفتتح المتحف رسمياً في مارسيليا على ما أفادت مؤسسة أرت إكسبلورا المسؤولة عن المشروع أبحرت السفينة في رحلة ثقافية تحت عنوان مهرجان أرت إكسبلورا بين مرافع البحر الأبيض المتوسط عشرون مدينة في خمس عشرة دولة ستستضيف المتحف العائم حتى العام 2026 وأول دولة اختارها المنظمون للروسو هي المغرب تليها إسبانيا والبرتغال وتونس بحسب البرنامج المعروض في المتحف البحري والذي يتضمن كذلك محطات في الجزائر وألبانيا واليونان وتركيا وقبرص ولبنان ومصر وفي كل ميناء سيقام المهرجان على متن السفينة حيث سيتمكن الزوار من معاينة معرض غامر مخصص لشخصيات نسائية من حضارات البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعات متحف اللوفر ويوضح رئيس آت إكسبلورا فريديريك جوسي أن الزوار سيكتشفون مجموعة من الأجنحة والمساحات السهلة لاستخدام صممها المهندس المعماري جون ميشيل ويلموت بالإضافة إلى أماكن كثيرة في المدن التي ستستقبل السفينة مع برنامج يجمع بين المعارض والواقع الافتراضي والعروض والمؤتمرات وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية ويؤكد صاحب المشروع أن هذه السفينة المتحف الأولى في العالم توفر فرصة للفنانين وأمناء المعارض والمؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية للقاء مختلف الجماهير في مهرجان يرتكز محتواها على التراث والتحديات التي يواجهها كل بلد تتم زيارته وتولى فريديريك جوسي شخصيا تمويل بناء السفينة المتحف الذي كلف خمسة وثلاثين مليون يورو في حين تمول مؤسسته المحتوى الثقافي والتعليمي والتنقل من ميناء إلى آخر بتكلفة تبلغ نحو خمسمائة ألف يورو لكل محطة موسيقى